وأعود إلى مراسل الأخبار الآن عبر الأخمص صنعية مباشرة من درعة محمد الحراني محمد أهلا بك معنا معنا محمد التطورات محمد من على الأرض قبل دخول هاجي الهدنة حيث تنفيذ الآن نعم قديجة مساء الخير ما تزال قوات النظام تستخدم سياسة الأرض المحروقة وعمليات القصف الممنهجة على عدة مناطق في محافظة درعة حيث كانت منطقة اللجاء شمال شرق درعة اليوم هي الحدث الأبرز باستهداف منطقة إيب شرق اللجاء بعدة براميل متفجرة وقالت قوات المعارضة أيضا أنها قامت باستهداف تريكس مجنزر لقوات النظام كان يقوم بعمليات التدشيم في تلك المنطقة قبل قليل هناك أيضا محاولة لقوات النظام في محافظة القنيطرة التقدم إلى الصمدانية وتشهد اشتباكات حتى هذه اللحظة بين قوات النظام وأيضا قوات المعارضة هناك حيث تسعى قوات النظام أن تستعيد منطقة الصمدانية وسط غطاء مدفع عنيف من قبل قوات النظام وما زالت اشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة أن قوات النظام هي ما تزال مستمرة بعمليات القصف في عدة نقاط في محافظة درعا والأسيمة بلدة عيمة أحياء درعا البلد منطقة نصيب أيضا ومنطقة غرز الجديد بالذكر خديجة أن قوات المعارضة قالت لنا أنها غير معنية حتى هذه اللحظة باتفاق الهدنة فهذه هي الهدنة الثانية التي عونها النظام من جهته وحده ولم يلتزم بسابقتها بأي هدنة طيب يعني هل تقصد بأن الصور لن يلتزموا بهذه الهدنة؟ حسب تصريحات المعارضة وكما قالت لنا أنها إن التزم النظام هي ستلتزم ولكن إن لم يلتزم النظام هي غير ملتزمة ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم اتصال مع المعارضة لتكون ضمن هذه الهدنة والاتفاق الذي سيدخل خلال ساعات وتقول المعارضة إذن خديجة أن كيف أن تكون الهدنة مبرمة وجدية وقبل ست ساعات من دخولها يقوم النظام يقصف عدة مواقع عسكرية وعدة مواقع للمعارضة سنظر في انتظار أن تدخل حيث التنفيذ أولا لنرى من الأطراف التي ستلتزم لكن محمد بالنسبة للمدنيين كيف سيستفيدوا من هذه الهدنة بنظر إلى الوضع الإنساني إلى أي مدهية مهمة للمدنيين بالمرتبة الأولى؟ كما تعلمين خديجة أن درعة كانت خلال الأشهر الماضي هي ساحة لأصرا وكانت هناك معارك في درعة البلد ومناطق متفرقة ضمن معركة الموت المذلة هناك عدد كبير من المهاجرين المدنيين ربما إن تم تطبيق هذه الهدنة حسب الاتفاق ستكون هناك ممرات إنسانية حقيقية لإدخال المساعدات الإنسانية هكذا ينظر المدنيين لهذه الهدنة إذا تمت بشكل تام دون أي خروقات من أي طرف في الجنوب السوري فاليوم هناك عدد كبير من المهاجرين ولا سيما هنا أتحدث عن درعة البلد الذين هجروا تقرابة 35 ألف نسمة إلى السهول المجاورة وخاصة في منطقة الشياح وأيضا في القرى والبلدات المجاورة هم خرجوا من منازلهم دون أمتعاد دون غذاء دون أدواء هم بحاجة فعليا إلى مساعدات إنسانية ينظر المدنيين إذ تمت هذه الهدنة أن هناك ستفتح ممرات إنسانية لمنظمات دولية تقوم بإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة لهؤلاء المهاجرين شكرا لك محمد حراني مرسل أخبار الآن كنت معنا بلقم أصطناعية من درعة ترجمة نانسي قنقر